السلام عليكم مشاهدي ومتتبعي قناة نهار أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج 52 دقيقة اقتصاد مواصلة الإصلاحات البنكية دعم النموية الاقتصادي وتحفيز وتسجيع الاستثمار وصولا إلى تطوير الخدمات البنكية وتحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة للمؤسسات وكذلك للأفراد هي أبرز المحاور التي سنناقشها اليوم مع ضيفي وضيفكم لهذا العدد السيد لزهر لطرش رئيس الجمعية المهنية للبنك والمؤسسات المالية وكذلك المدير العام للبنك الجزائر الخارجي أهلا ومرحبا بك معنا سيد لطرش وشكرا جزيلا على قبولك الدعوة شكرا جزيلا لكم وعلى هذه الدعوة الكريمة لنتناقش معا في مستجدات الإصلاح البنكي ودور الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في تطوير هذا القطاع نعم القطاع البنكي يقال أنه العمود الفقري للاقتصاد والعمول الفقري كذلك لدورا عجلة الاستثمار نحن نبدأ من أهم شيء لوحديث الساعة إصلاح المنظومة البنكية في الجزائر إلى أين وصلنا سيد لطرش شكرا سؤالكم مهم ومهم جدا تتجسد الإصلاحات الكبرى التي قامت بها يعني الوصاية والسلطات المختصة بتطوير المنظومة البنكية والمصرفية ويمكن أن أذكر هنا وإصدار القانون رقم 23-09 المتضمن قانون النقدي والمصرفي والذي من ضمن ما جاء فيه عدة أمور جديدة الدينار الرقمي مكاتب الصرف إلى آخره وأيضا قبل إصدار قانون الاستثمار رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار حتى يتواكب دور الجهاز البنكي أو دور البنوك بصفة عامة في تطوير المنظومة البنكية بالجزائر ومواكبة الاقتصاد الوطني عن طريق تمويل الاستثمار نعم طيب يعني بخصوص ما هي الإجراءات ما هي الآليات المعتمدة ربما في إصلاح المنظومة البنكية إصلاح المنظومة البنكية هو يعني بشكل عام يمس قطاع البنوك تطوير البنوك تقرب من الزبائن تحم ويتمثل في تحديث النظام المعلوماتي للبنوك إدخال منتجات جديدة من طرف البنوك لزبائن استعمال الرقمنة كأدات لتقرب من الزبائن كل هذا يعني يدخل في إطار هذه الإصلاحات التي جاء بها القانون الجديد القانون النقدي والمصرفي وهذا يعني يتماشى مع ما يحدث في العالم اليوم البنوك الجزائرية قطعة شوط كبير يعني حتى تتواكب مع التطورات التي تحصل على المستوى العالم وهذا من أجل تلبية رغبات الزبائن وزبائن سواء كانوا أفراد أو مؤسسات كبرى أو مؤسسات صغيرة ومتوسطة بالنسبة لكم يعني القانون الذي صدق عليه من طرف البرلمان يعني بغرفتيه قانون 23 ساعة جاء بالكثير من الإصلاحات البنكية الهيكلية وعطى دور كبير للبنوك من أجل تطوير الاقتصاد الانفتاح على الخارج رانا نشوفه اليوم يعني البنوك الجزائرية العمومية راهي بدات يعني تفتح بنوك على في الخارج الفتح البنكين حيثه قام سيد وزير المالية بتلشين بنك عمومي مئة بالمئة تابع لأربع بنوك جزائرية منها بنك الجزائر الخارجي البنك الوطني الجزائري القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية الريفية على مستوى موريطانيا وهناك بنك ثاني على مستوى يعني داكار في السينغال وهناك بنوك أخرى ستفتح إن شاء الله في إفريقيا في كود ديفوار والبنك أيضا اللي راح نفتحوه إن شاء الله على مستوى فرنسا إن شاء الله نعم طيب ربما مفتاح أو أهم إصلاح يعني للبنوك هو النظام المعلوماتي اللي تكلمت عليه أين وصلنا في هذه العملية في الحقيقة يعني هناك بنوك يعني مشات وهناك بنوك ما زالها يعني بينهم البنك يعني اللي تترأسوا يعني هو في الحقيقة يعني الإصلاح يمس الرقمنا يعني باش نتكلمه بلغة يعني البسيطة حتى يفهمنا المشاهد الكريم الإصلاح يمس النظام المعلوماتي معلوماتي هو أهم هو السيستام دانفورماسيون هو أهم شيء يعني في البنوك حتى نقدم خدمة بأحسن وفي وقت يعني لقصير والنقطة الثانية هو أيضا رقمنات القطاع البنوك اليوم الزباين تعنا يمكن يعني يشريه السلع التحهم عن طريق الأنترنت استعمال البطاقات البنكية يعني بطاقات بالعملة الوطنية لا كارد سي بي ولا بطاقة الذهبية لبريد الجزائر ولا أيضا بطاقات يعني بالعملة الصعبة عندنا ماستر كارد عندنا أمريكان إكسبرس وعندنا لا كارد فيزا كل هذه يعني الأدوات أو المنتجات البنكية اليوم رأي في متناول الزباين تعنا وتسلم لهم في أقرب الأجال أيضا دعني أن نذكرك من ضمن الإصلاحات اللي قمنا بها على مستوى البنوك وهو أيضا يعني تقليص الأجال اليوم في السابق كانت أجال دراسة الملفات ملفات سواء يعني قروض الاستهلاك أو قروض الاستثمار يعني للزبائن المؤسسات الكبرى للشركات المتوسطة والصغيرة كان يطلب أشهر يعني خليني نقول ثلاث أربع أو خمس أشهر اليوم الحمد لله الأجالة راهي بين عشرين يوم وثلاثين يوم يعني هذا كحد أقصى البنوك اليوم راهي عملت يعني قفزة نوعية من أجل يعني ركب التطور اللي يحصل على المستوى العالمي باش تكون يعني تقدم خدمة لزبائن تحار نعم اليوم كان كثير يعني من البنوك يعني في جماعية يعني لاباف يعني شحال يعني بطريقة أخرى كم يعني من بنك اليوم تم إصلاح نظام المعلومات الخاص به وشحال ما زال يعني بنك لم يتم بعد يعني في الحقيقة ما عنديش يعني إحصائيات دقيقة ولكن خليني نقول يعني على مستوى الجمعية المهنية البنوك والمؤسسات المالية جل البنوك اليوم عندها نظام معلوماتي حديث يعني يعني system information performance ليمكنها يعني باش تعالج المعلومة وتقدم خدمة للزبائن خليني نرجع لك النقطة أيضا مهمة لداخلة في الإصلاح البنوك وهو التقرب من الزبائن حيث قامت كل البنوك بتوزيع الشبكة هذه الوريزو داجونس على المستوى كل الولايات وخاصة الولايات يعني الأخيرة في التقسيم الإداري العصر الولايات على المستوى الجنوب اليوم البنوك بصفة عامة والبنوك بصفة خاصة رأي فتحة وكالات بنكية على مستوى هذه الولايات وفيها نشاط وفيها حركية يعني نقوم بها من أجل تطوير المنظومة البنكية في بلادنا نعم كذلك من بين أهم الإصلاحات هي إصلاح الهيكلة البنكية هل اليوم فيه خطة أو نظرة من أجل التوجه يعني إلى الاهتمام أكثر يعني بالسوق وبالزابون أم البقاء يعني في النظرة الكلاسيكية بخصوص الهيكلة الكلاسيكية بالنسبة لهذا السؤال وجده مهم أيضا في الاجتماع الأخير اللي ترأسه سيد وزير المالية العزيز فايد مع السيد وزير يعني البريد والمواصلات السلكية والسلكية هناك اجتماع عقيدة على مستوى وزارة المالية بإشراف السيدين الوزيرين حيث يعني كان كل البنوك العمومية والمديرية العامة للضرائب المدير العامة للأملاك الدولة كل يعني المديريات والمؤسسات التابعة لوزارة المالية وهنا يعني السيد الوزير أعطانا ورقة طريق من أجل يعني الإسراع في إدخال الإصلاحات لتمس قطاع المالية ببلادنا وهذا من أجل يعني الوصول إلى الرقمنة في أجال يعني جده قريبة حتى يعني نكون يعني من البنوك اللي تتواكم على البنوك العالمية يعني نعم سيد لطش هل حددتم يعني مدة زمنية لكل هذا للرقمنة للإصلاحات البنكية للنظام المعلوماتي للهيكلة هل حددتم يعني مدة زمنية هل رح يكون على المدى القصير على المدى المتوسط على المدى البعيد في الحقيقة هو الإصلاح بصفة عامة هناك يعني أجال محددة لكن لكل يعني عملية عندها الأجال تحى ولكن يعني خليني نقول باللي ممكن يعني في سنة 2024 نعم إن شاء الله تكون جل يعني النظام المعلوماتي للبنوك يكون يعني يكون الانطلاق فيه وفيه بنوك يعني الآن رحي وصلت إلى نهاية يعني هذه الإجراءات ورحي تعمل بالنظام المعلوماتي الجديد خليني نقول باللي اليوم عندنا بنك البدر وعندنا بنك أيضاً من ضمن يعني البنوك العمومية اللي اليوم رحي عندها سيستم دا انفورماتي أم 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 صدير واليوم رحي تعمل في ظروف يعني كالظروف اللي تعمل بها البنوك العالمية أيضاً نقطة مهمة أيضاً لو سمحتم هي استحداث يعني فضاءات وكلات بنكية رقمية اليوم منذ يعني سنوات يعني سابقة لم يكن ببلادنا ديزاجونس يعني ديجيتال واليوم الحمد لله كل البنوك بنوك عمومية بنوك خاصة عندها وكلات يعني بنكية رقمية ديزيس باس ديجيتو الزبون يعني بالبطاقة بتاعه بعد ساعات العمل يمكن يروح يتوجه سواء للإعادة للليقاب ولا يروح لهذه الوكالة الرقمية ويدير العمليات بتاعه البنكية بكل أريحية اليوم هذه يعني تعتبر كقفزة نوعية في إصلاح القطاع البنكي بالجزائر نعم رقمنت ربما في نفس السياق رقمنت المعاملات يعني البنكية المصرفية في الجزائر وين وصلت يعني سيد لطوش لحد الساعة بالحقيقة هذا يعني سؤال مهم يعني عندنا إن شاء الله غدا الاجتماع مهم يعني في وزارة المالية السيد وزير المالية دعا كل البنوك العمومية والتجمع النقد الآلي وشركة ساتيم لاجتماع للتقييم يعني مدى مدى يعني تطبيق يعني التعليمات التعوين وصلنا في هذا المجال أنا يمكن نقول لك اليوم باللي وصلنا إلى مرحلة يعني جدو متقدمة اليوم عندنا شبابيك لقاب رهم موجودين على كل مستوى كل الولايات وكل يعني المناطق الحساسة خليني يقول لك اليوم الإنسان المواطن اليوم يقدر يدفع بالبطاقة تاعه يدفع يعني يخلص الفواطير اللي عنده يروح يعني المطعم يقدر يعني يستعمل البطاقة تاعه عنده يعني على مستوى يعني للسوبرات يعني يقدر يستعمل البطاقة البنكية تاعه وهذا أيضا يعني يخلي البنو تقدم خدمة مميزة للزبائن إذا ما عندوش وقت يعني على مستوى يعني لثماني ساعات في اليوم يمكن بعد يعني ساعات العمل يستعمل البطاقة تاعه للبنكية ويتوجه إلى المطعم يعني المطعم أو للسوبرات ويستعمل البطاقة وهذا يعني ما كانش يعني موجود منذ سنوات يعني قليلة ما يدل على هذا يدل على أن اليوم البنو أخذت يعني بزمام الأمور ورانا قاتلنا يعني قاتلنا يعني نقول شوط اللي رح نقطعوه باش يعني يكون سيكون أباله باراشيف مونت على لكنه نشاء الله نقول بلك سنة 2024 هي السنة اللي رح نكون يعني فيها كل البنو تكون يعني كملة يعني المشاريع تحها لتطور لتخليها مطورة من ضمنها النظام المعلومات والهيكلة البنية يعني بكل صراحة بكل موضوعية سنة اللي شاني اليوم ما هي ربما العرقين اللي تشوفها أنت في الميدان لماذا زال ربما تأثر على أداء يعني البنوك والمؤسسات المالية البنوك اليوم وعية بالدور تحها يا أستاذ البنوك اليوم هو الدور تحها المهم الأول هو تمويل الاقتصاد الوطني نعم الحمد لله اليوم الاقتصاد الوطني وهذا ذكره السيد رئيس المهورية يعني في اللقاء يوم 16 نوفمبر باللي 85% من تمويل يعني تحها الوطني هو تمويل من طرف قطاع البنوك العمومية البنوك الخاصة تساهم أيضا يعني بقسط يعني وافر في تمويل الاقتصاد الوطني هذا يدل على صلابة البنوك وقوة البنوك في تمويل الاقتصاد الوطني تمويل الاقتصاد الوطني خاصة في شقه الاستثماري اليوم البنوك هي اللي راه يتمول كل المشاريع الاستثمارية الهيكلية للبلاد وهذا يعني يخلينا نقوله بالبنوك اليوم عندها دور مهم وجده مهم اليوم البنوك راه يتمول تقريبا حتى بنسبة 90% من المشاريع الاستثمارية ورانا المشاريع خاصة نموله المشاريع اللي تلبي حاجيات السوق الوطنية وايضا نمول يعني بطريقة يعني بريوريتار المشاريع اللي استراتيجية منتجة للطروة تهدف الى التصدير نعم اليوم بلادنا يعني منذ يعني الآن سنتين شفنا باللي قيمة الصادرات راه يترتفع من سنة الى اخرى وهذا عن طريق ماذا؟ عن طريق ايضا ايضا دور البنوك في تمويل الاقتصاد الوطني في تمويل العملاء الاقتصاديين اللي منتوج تحهم موجه الى التصدير نعم سيلة راش تكلمت على الاقتصاد وهذا هو ربما الاهم اليوم لا يمكن الحديث على الاقتصاد والاستثمار دون يعني ربما مرافقة البنوك بلغة الارقام هل يمكن الحديث ربما بلغة الارقام على المساهمة في تمويل الاقتصاد يعني إذا عندك ارقام طبعا في الحقيقة خليني نعطيك اخر يعني نعم ايبانمون قامت به البنوك وهو قام به بنك الجزاء الخارجي ومثل كل بنوك يعني كبنك عمومي في يوم 12 نوفمبر تم يعني امضاء اتفاقية على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لابي مضينا اتفاقية بحضور يعني شركة تأمين وهي كاش اسيرانس السيدة الرئيسة المديرة العامة كانت حاضرة وشخصيا كنت حاضر كبنك جزائر خارجي ومضينا اتفاقية من أجل أنه على مستوى 10 ولايات انطلقت نفس العملية للتقرب من المستثمرين اليوم البنك هو اللي يروح للمستثمر ويعرض عليه الخدمات وليس العكس نعم بلغة الارقام ممكن تعطينا يعني الارقام يعني الخاصة بتمويل الاقتصاد وانا الحق نايا هو فيها إلى بلغة الارقام خليني نقول إلى غاية 30 جوان ضغط البنوك والمؤسسات المالية أكثر من 12 ألف مليار دينار جزائري من القروض في جميع المجالات يعني موجهة للقطاع العام للقطاع الخاص وقطاع الخواص فيما يخص القروض الموجهة للاستثمار والاستغلال فقد بلغت أكثر من ألف مليار دينار جزائري 51% منها وجهت إلى القطاع الخاص 51% من هذا المبلغ الضخم الموجه للاستثمار كان موجه لتمويل القطاع الخاص أيضا ما ننساش عندنا الآن البنوكة رهي تسوق منتوج جديد اللي هو الصيرفة الإسلامية منذ صدور القانون تاعه سنة 2020 يعني اليوم الزبون عنده الصيرفة الكلاسيكية وعنده الصيرفة الإسلامية يعني واليوم رأنا إن شاء الله ننتجو يعني منذ انطلاقها سنة 2020 النتائج رهي جد إيجابية على مستوى كل البنوك كل البنوك وخاصة البنوك العمومية في هذا المجال نعم مشاهدي ومتتبعي قناة النهار النقاش مزال متواصل فاصل إشاري ثم نواصل النقاش عودة مشاهدي على كارم استكمال النقاش في برنامج 52 دقيقة اقتصاد وضيفي في هذا العدد السيد رزهر لطرش رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وكذلك المدير العام لبنك الجزائر الخارجي نواصل النقاش بعد ما تحدثنا على عمليات الإصلاح البنكي نظام المعلوماتي الرقمنة لهيكلة البنوك وغيرها نتكلم على الأهم هو الاستثمار اليوم ما هي نسبة التمويلات يعني بالنسبة للاستثمار بالنسبة الاقتصاد بصفة العامة مقارنة بالسنوات الفريضة شكرا خلينا نرجع قليلا يعني نعطيك بعض الأرقام المهمة في تمويل الاقتصاد هو تسويق منتجات سيرفة الإسلامية أيضا ساهمة بشكل كبير في تمويل الاقتصاد بصفة عامة فقد بلغ عدد البنوك التي تسويق المنتجات الإسلامية 12 بنك اليوم في جزائر يوجد 12 بنك ليسويق 6 بنوك عمومية و6 بنوك خاصة تسويق المنتجات السيرفة الإسلامية ومن ضمنها منتجات تمويل الاستثمار عدد الوكالات البنكية النوافذ والوكالات يعني لجيشية دولار فينانسيسلاميك بلغت 618 إلى غاية 30 جوان 2023 وهذا يعني عدد وكالات جد مهم على مستوى التراب الوطني وبلغت عدد التمويلات فيما يخص تمويل الشركات أكثر من 370 مليار دينار جزائري يعني باش نشوفوا يعني باللي التمويل عن طريق السيرفة الإسلامية يساهم بقسط كبير يعني في تمويل الاقتصاد الوطني أما يعني فيما يخص يعني الموضة فينانسمن هناك تمويل البنكي اللي هو يعني يغلب يعني بتقريبا 80% 85% من التمويلات للاقتصاد الوطنية تم عن طريق البنوك بصفة عامة أيضا هناك يعني شركات التمويل الإيجاري لسوسيتي دوليزينغ هناك أيضا صندوق الاستثمار كابيطال انفستيسمون واليوم البنوك يعني بالنسبة للمشاريع الكبيرة الهيكلية بتطلب سكونابال القروض المجمعة أو بيان لكريدي سينديكي تضامن يعني بين البنوك عندنا إون بانك تكون شاف دوفيل معها ثنين أو ثلاث أو أربع بنوك يعني مانبر في الكريدي يعني في السينديكا بنكير هذا من أجل تمويل المشاريع الكبرى في قطاع المحلوقات وتقسم المخاطر وهذا يعني من أجل يعني تقليل المخاطر حاليا يعني هذا النوع من القروض التضامنية نعم منذ سنوات يعني خليني نقول باللي مؤسسات يعني تحت حليط المياه لدي سلمان دودمار وبعض يعني المشاريع الكبرى الكيميا والبيترو كيميا هذه كلها مشاريع ضخمة مويلة عن طريق يعني بنوك يعني مجمعة وهذا من أجل يعني تقليل من المخاطر يعني تعالبا خليني بركة ونوه أيضا بالنسبة لسؤالكم يعني الدور المهم الذي يقوم به بنك الجزائر بتخفيض نسبة الاحتياط الإجباري وهذه هي إجبارية على كل بنوك اليوم هذا النسبة رهي يعني في إطار معقول وتمكن البنوك يعني من تمويل الاقتصاد لأنه هذه النسبة هذه اليوم تخلي البنوك تكون عندها زيادة في حجم التمويلات وتسهلها في تمويل الاقتصاد الوطني هذه نقطة مهمة يعني قام بها بنك الجزائر بالنسبة لنسبة الاحتياط الإجباري وبين لطول دولار ريزارف أبليغاتوار نعم بحكم أنك تكلمت على بنك الجزائر دائما بخصوص تمويلات بنك الجزائر يرى اليوم أن تمويلات الاقتصادية أقل يعني من مستوى النمو الودائع يعني ما تفسيرك أنا الأرقام اللي رح نعطيها لك الآن تقول العكس عكس فيه تطور تكون فيه تطور بالنسبة لسنة 2023 يعني حتى نهاية سبتمبر 2023 مقارنة بسنة 2022 بلغ عدد ملفات القروض التي تم دراستها على سبيل مثال على مستوى يعني بنك الجزائر الخارجي خليني نعطيك مثال هو 5,219 ملف والقيمة الإجمالية للقروض الممنوحة بالنسبة لعدد هذه الملفات هو 733 مليار دينار جزائري ممنوحة من طرف البنك وجزء كبير منها ممنوح لتطوير الاستثمار في جزائر نعطيك رقم ثاني مهم جدا وهذا الرقم تقريبا نفسه يعني على مستوى كل البنوك وخاصة البنوك العمومية أنه قدرة تنسبة الملفات المرفوضة لا يتجاوز 1.5 حتى تقريبا إلى 2% سنة 2022 وسنة 2023 وهي نسبة جدا ضائلة سواء كان دراسة الملف ما تكونش ملف المقدم إلى البنك ما يكونش ملف يعني يحتوي على كل المعلومات وهذا نسبة ضائلة جدا جدا بالنسبة لقامت بها البنوك بالتمويل سواء دورة الاستغلال أو دورة أو ملفات الاستثمار واليوم الحمد لله يعني الاستثمار المبالغ التي قمنا بها في سنة 2023 تفوق المبالغ التي منحت في سنة 2022 نعم هذا يعني بخصوص لغة الأرقام إذا فيه أرقام أخرى يعني تقدر تفضل تعطيها سيلة طلج أما إذا ما فيش نروحه يعني السؤال الموالي نعم السؤال الموالي الآن دائما بخصوص يعني ربما تمويل البنوك في السابق كانت البنوك يعني معظم البنوك يعني باش ما نقولش كل البنوك تركز فقط على التجارة الخارجية تركز على الاستيراد اليوم ما هي خطتكم يعني في الجمعية التي تترأسها من أجل ربما تسجيع هذه البنوك للتوجه نحو الاستثمار المنتج الخالق للثروة لمناصب الشغل خليني اطرحت لي سؤال منذ قليل يعني على ما هي الممكن العراقيل نعم نربطوه مع سؤالكم الآن نعم لبعض البنوك اللي رأيتمول غير التجارة الخارجية خاصة البنوك الخاصة والأجنبي أنا نظن يعني باش نكونوا صراحة يعني بنا هضروا في لغة الصراحة البنوك اللي كانت تمول غير في التجارة الخارجية ممكن مجتهاش ملفات يعني لانه الملف البنكي لازم يكون ملف يحتوي على كل المعلومات التي تخص المشروع وتكون معها الضمانات وتكون معها يعني النظرة المستقبلية نظرة السوق يعني لي تدو مارشي باش البنك يقدر يدرس الملف ويرافق هذا الزبون أنا نظن بعض البنوك وإذا كانت تمام البنوك الخاصة ما جاوبتش يعني بالصفة الإيجابية مع هذه الملفات ممكن يعني أنه هذه الملفات ما تستوجبش وما كانتش عندها كل المعلومات هذه بصفة يعني عامة لكن منذ تقريبا سنتين أكثر من سنتين في إطار يعني تحديث الأليات تطوير تمويل الاقتصاد الوطني قمنا على مستوى الجمعية المهنية والمؤسسات المالية أنه نرفع من نسبة التمويل النسبة المتعارفة عليها هي 70% تمويل بنكي 30% تمويل ذاتي يعني تعزبون أو 80% تمويل بنكي 20% تمويل ذاتي لكن رفعنا هذا النسبة اليوم إذا كان الزبون يعني على حساب الحالات في البنوك نحن نعطيك اليوم معلومات يعني أول مرة تقال على مستوى البلاطوات إذا كان الزبون اليوم رح ينتج رح ينجز يعني إنونيتي دو بروديكشيون تعمل توجماء إذا هو قام جاب يعني الأرض وقام يعني بإنجاز البنايات وكذا يمكن البنكي يموله حتى مئة بالمئة توريد المعدات صدير هنا يقدر يكون لفنانسمن بنكير 100% إذا كان الممكن يعني أيضا يكون لفنانسمن بنكير تمويل عن طريق البنكتاعه نسبة 90% يعني الزبون يجيب 10% وهذه يعني كحوافز قمنا بها حتى نطور الاقتصاد التاعنا ويكون الاقتصاد قوي لباش يكون يعني إيريبون لبزوان تاع الناشيونال وأيضا يعني باش ننقلصوا يعني ممن يعني من يعني يكون الناس تقدر يعني يوجدوا يعني مناصب شغل لأنه تطوير الاقتصاد هو عجلة يعني خلق مناصب شغل الهدف التاحة أيضا توفير المنتجات في الوقت المناسب بالكمية المناسبة يعني بالنوعية المناسبة وأيضا ندخل الأسواق الخارجية ولا يخفاكش باللي المنتوجتان اليوم والحمد لله راهوي نافس الأسواق العالمية المنتجات العالمية واليوم يعني إحنا يا البلادنا راهي تنخرت في هذا المسعى وهذا هو الهدف اللي سطرناه على مستوى الجمعية تعنا لباف بالفعل في نفس السيق دائما في التجارة الخارجية اليوم كيف يمكن للمؤسسات المالية أو ما هو الدور المنتظر من المؤسسات المالية لتمويل عملية التصدير أو بالسياغة أخرى ما هو المنتظر اليوم ما هو دور البنوك سواء في الجزائر أو البنوك التي تم استحداثها في الخارج من أجل مرافقة عملية التصدير خاصة تصدير خارج قطع المحروقات هو في الحقيقة يعني قاعدة اقتصادية معروفة يعني أي بلد لازم يكون يعني جزء من الانتاج تاعه الوطني موجه للتصدير يعني حتى يعني يجلب العملة الصعبة ويشوف بلي المنتوجتاه يعني ينافس المنتوجات العالمية من نوع من ناحية النوعية ومن ناحية الكمية أيضا واليوم الحمد لله منتوجاتنا منتوجات فلاحية منتوجات يعني بالنسبة للمنتوجات الأغرو أليمنتر عندنا منتوج يعني ينافس كل منتوجات العالمية وغزة كل أسواق أسواق إفريقية بالأسواق تعمل أسواق أوروبية نعم لكن البنوك يعني ما هو المنتظر منها يعني حاليا البنوك هو اليوم المرافقة عن طريق الكونساي هذا أول شيء ثانيا فتح البنوك على مستوى يعني دور تحم دور تحم هو اليوم أنه راح نواكب المصدرين تاعنا اليوم لعندهم زبائن على مستوى هذه البلدان الإفريقية أو إن شاء الله على مستوى أوروبا يكي نفتح البنك تاعنا عن قريب إن شاء الله قبل نهاية السنة إن شاء الله يعني نكون عندنا الاعتمان من السلطات النقدية الفرنسية إن شاء الله يعني كل الإجراءات رهي مهيئة لانطلاق البنك تاعنا في سنة 2024 الزبون تاعنا يكون عنده بنك جزائري يرافقه من ناحية الكونساي من ناحية التمويل يعني عن طريق خطوط يعني خطوط يعني دي لين دو فنانسما هكذا نقدر نواكبوهم ويكون يعني الزبائن تحهم في البلدان الأخرى عندهم دي لين دو فنانسما وهكذا نقدر نضعفهم التصدير تعنا من أجل يعني تنويع الاقتصاد الوطني في الميدان شرعت يعني في العمل هذه البنوك الموجودة في الخارج أم ليس بعد؟ اليوم راحهم البنكين على مستوى دولة موريطانيا ودين سينيغار راحهم في يعني في النشاط التحهم في النشاط التحهم وعن قريب إن شاء الله راح يكون بنك آخر على مستوى دولة صحي العاج يعني كوديبوار باش نفتحه ثاني فرحة مالي البنوك لنفس البنوك العمومية اللي هي بنك البيوار بنك البيانا بنك السيبيا وبنك لابادر نعم ربما في نفس السياق يعني الكثير يتسأل يعني كيف تم اختيار يعني فتح بنك في موريطانيا في السينيغار وحبيته كذلك تروحوا لكوديبوار وحتى فرنسا هل فيه دراسات يعني كيف اخترتوا هذا الدول وما اخترتوش دول أخرى سؤال يعني جدا مهم هو الاختيار كان على أسس يعني علمية وكان على أسس يعني سولاباس دان سات النومر دو باراماتر خليني نقول البعد التعنا الجغرافي اليوم هو البعد الافريقي ولهذا بدينا يعني بدولة موريطانيا دولة مجاورة دولة شقيقة دولة سينيغالوسي دولة شقيقة وفيها عندها ان جرون پوتنسيال اليوم عندنا بعض من الزبائن الجزائريين يرام يصدروا لهذه البلدان اليوم افتحنا لهم بنوك باش يضعفوا تصدير تحهم ويكون عندهم يعني من ثم الانطلاق نحو بلدان أخرى مجاورة لدولة موريطانيا ولدولة سينيغال ايضا نفس الشي بالنسبة لي سحي العاج ايضا يعني وهناك العلاقات يعني مع علاقات طيبة وسياسية مع هذه البلدان البلدان إفريقيا نتقاسم نفس يعني المعطيات بالنسبة للقرى الإفريقية ولكن بالنسبة لي فرنسا هو يعني موجود الجلية التعنا اللي راهي يتم أكبر جلية على مستوى هذا البلد نظن كل البلد عندها بنوك على هством مستوى هذا البلد يعني اليوم السلطات التعنا العلية للبلاد قررت أيضا نفتح بنك عمومي للتقرب من الجارية المتواجدة في هذا البلد ولما أيضا نطور الاقتصاد مع الاقتصاد هذا البلد وممكن نطوره مع هذا البلد رح نطوره مع الباقي البلدان الإفريقية لأن الاعتماد اللي رح يجينا من طرف هذا البلد هو اعتماد أوروبي يسمح لي لبنك الجزاء الخارجي قد ويتواجد في بعض الدول الصديقة على مستوى أوروبا وهذا من أجل تنمية الاقتصاد ومواكبة الزبلاء الجزائريين ومواكبة الجارية اللي رح موجودة على مستوى هذه البلدان الأوروبية نعم رئيس الجمهورية تحدث مؤخرا حول خوصصة بنكين عموميين وكذلك تحدث على نقطة مهمة هي فتح الاستثمار في البنوك للقطاع الخاص يعني ما هو تصوركم أو رأيكم أنتم كجمعية لمهنية للبنوك والمؤسسات المالية في هذه الخطوة في الحقيقة السؤال في شقه الأول يتعلق بخوصصة بنكين عمومين هو يعني سؤال يوجه إلى وزارة الوصاية ووزارة المالية لكن يعني اليوم السيد وزير المالية في آخر فصريح له قال باللي هناك بين بنكين عموميين رح يتم إن شاء الله فتح رأس المال تحهم بنسبة 30% حتى يتمكن يعني الخواص أنه يكونوا مساهمين في هذه البنوك من أجل يعني خلق يعني يعني بين البنوك يعني في هذا المجال وهذه أنا نظن باللي يعني خطوة جد وهمة من أجل يعني ترسيخ يعني ثقافة يعني التعامل بين البنوك العمومية والبنوك الخاصة يعني عندك معلومات أكثر يعني ربما على تداول يعني الأسهم تعالبونك هذو أم ليس لديك ليس لديك معلومات يعني يعني في البيان سياسة العامة تكلم يعني في شهر نوفمبر كنت أظن أنه عندك يعني معلومات هو ممكن تقرب من المديرية العامة للخزينة لدى وزارة المالية يعني يعني لإفادكم ببعض المعلومات الدقيقة بما يخص هذا الملفين لكن يعني إحنا على مستوى الجمعية نشوف هذا باللي يعني خطوة جد ومهمة من أجل إدخال الإصلاح البنكي بصفة عامة أنه بنكين عموميين رح يعني يكون فتح الرأس المال تحهم يعني بنسبة 30% إن شاء الله نعم بخصوص يعني نتكلم على نقطة يعني مهمة هل إحتياطات البنوك اليوم التابعة لجمعيتكم قادرة على تغطية كل المخاطر يعني اليوم يعني الحمد لله وهذا نقوله بفضل الله اليوم كل البنوك بصفة عامة يعني ما عنديش معلومات دقيقة على بعض البنوك الخاصة ولكن نقول لك اليوم بنوك بصفة عامة والبنوك بصفة عامة والبنوك العمومية بصفة خاصة تمثلك قدرة قوية للتمويل يعني لتمويل اقتصاد الوطني وخليني الآن في التصنيف الأخير لأفريكا بيزنس من ضمن المئة بنك إفريقي أكبر بنك إفريقي في سنة 2022 أنه بنك الجزائي الخارجي يتنقل من المرتبة 11 إلى المرتبة 9 من ضمن يعني يعني موجود هناك بينكين عمومين هنا هم في الرقم التسعة ورقم عشرة اللي هو البنك الجزائي الخارجي رقم تسعة والبنك الوطني الخارجي رقم عشرة كما نقولوا احنا طوب تن دو بنك بوبليك ألجيريان برميلي 100 ميور بنك أفريكان وبنك الجزائي الخارجي هو أول بنك عمومي يعني في المرتبة هنا وفي الجزائر هذا يعني باش خليني نقول سيد البوق لك احنا أول بنك يعني في إطار تحديث يعني هو يعني يقوم بمجهودات لكن هذه إحصائيات يعني هذه المجلة اللي هي مجلة يعني عريقة ومعروفة على مستوى الإفريقي تقوم كل سنة بتصنيف البنوك عن طريق رقم الأعمال وعن طريق النتيجة المحصل عليها نعم طيب مشاهدي ومتتابعي قناة نهارة نقاش مازال متواصل فاصل إشاري ثم نواصل النقاش عودة مشاهدي الكارم إلى الجزء الثالث والأخير من برنامج 52 دقيقة اقتصاد وضيفي في هذا العدد السيد لزهر لطرش رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وكذلك المدير العام لبنك الجزائر الخارجي توقفنا في الجزء الثاني سيد لطرش بخصوص يعني فتح رأس مال يعني بنكين عموميين ربما هنا بادر إلى ذهني سؤال مهم اليوم ما هو السبب لدفعكم أو دفع ربما الحكومة إلى اتخاذ قرار فتح رأس مال بنكين عموميين هل هذا البنوك ربما تعاني يعني فيها نقص يعني في الربحية أم البحث على زيادة رأس المال هو في الحقيقة فتح يعني رأس مال هذا البنكين عموميين مشي بالضرورة حتى يكون نقصة الربحية لأنه بنوك عموميين الحمد لله اليوم تسجل نتائج طيبة يعني في الجمعية المهنية عندنا في وزارة المالية الأرقام رهي وموجودة يعني تقدر تصفح عليها تشكون أول بنك يعني في الربحية يعني من كل البنوك هو تقدر تشوف يعني في سيت ويب تشوف الميزانية الأرقام يعني هو في الحقيقة سكن أبلل زيطة فينانسية نعم الرابورد دو جيسيون تعلق كل البنوك العموميين رهي منشورة يعني على مستوى سيت ويب وتقدر تعرف اليوم كل بنك شحال حصل من الأرقام هو خليني نقول باللي فتح رأس المال اللي هو أيضا يعني باش تكون تنافسية بين البنوك اليوم يعني رأس المال الخاص رح يدخل في البنوك هذه البنكين يعني بنسبة ثلاثة في المئة رح يصبح للبنوك تكون فيها تنافس يعني بتنويع في الخدمة رح تكون يعني امليوراسيون في الكاليتي دو سيربيس تعلق بريستاسيون سيربيس في زا فيد الكليونتال نظن يعني هذا مؤشر يعني جد وإيجابي يخلي يعني البنوك أيضا العمومي الأخرى اللي رح تبقى مئة بالمئة أنه تبقى تنافسها بنوك وين فيه قطاع خاص يعني هذا هو المنظور الجديد يعني الاقتصاد يعني الاقتصاد يعني الحر كما نقول احنا ماشي اقتصاد مخطط بنك يعني عمومي يكون فيها رأس مال خاص يعني ما نظن يعني رح تكون فيها أيضا يعني تجربة جديدة في بلادنا وراح تخلي يعني النظام البنكي يطور ويكون عنده قبزة نوعية إلى الأمام نعم دائما خلال يعني السنوات الأخيرة دائما رئيس الجمهورية يعني يدعو القطاع الخاص للاستثمار في البنوك لكن لاحظنا أنه القطاع الخاص يعني ما هوش متحمس للاستثمار يعني في البنوك الخاصة لاعتبارات عديدة أنا تكلمت مع العديد من المتعاملين اقتصاديين هناك يعني شروط تعجيزية يعني مثلا لإنشاء يعني بنك خاص لازم يكون عندك مبلغ 20 مليار دينار جزائري أي 2000 مليار سنتين يعني اليوم ربما ما تشوفش أنه هذا المبلغ ضخم جدا يعني ربما وصعب أنه واحد يملكه باش يقوم بإنشاء أو استحداث يعني بنك خاص وفي الحقيقة المبلغ هذا هو محدد يعني 20 مليار دينار كرأس مال يعني أدنى أدنى يعني أدنى نعم سيلو capital minimum pour créer une banque هو تابع لبنك الجزائر بنك الجزائر ونظن كيتقارنه مع البلدان الأخرى يعني والبلدان الأوروبية هو مبلغ يمتناول الجميع أنا نظن اليوم في السابق الظروف ما كانت مهيئة القانون موجود اليوم يعني قانون على مستوى بنك الجزائر واليوم نظن الظروف رهي مهيئة حتى يتمكن يعني المساهمين الخواص يعني هما أيضا يعني يفتحوا بنك يعني بأموالهم الخاصة يقدروا يكونوا يعني عدة مساهمين خمسة عشر مساهمين يقدروا يكونوا بنك يعني باش يمولوا حتى هما يعني الاستثمار في بلادنا وانا نشوف باللي هذه خطوة يعني جدو يعني مهمة واليوم يعني الإيرادة السياسية يعني كأيرا موجودة والقانون موجود أنا نظرني اليوم الظروف رهي مهيئة يعني يعني الإيكو سيستام نظرني ان شاء الله يكون في الأيام ولا في الأشهر القادمة يعني خلق بنوك يعني من طرف خواص حتى تواكب يعني في التنمية الاقتصادية للبلاد هل فيه يعني طلبات ربما يعني في الحقيقة إذا كان طلبات رح تكون على مستوى بنك الجزائر يعني نظرني حسب معلوماتك يعني كرئيس جمعية ربما ممكن يعني تكون طلبات اليوم رحي يعني أودعات على مستوى رحي في قيد الدراسة قيد الدراسة على حساب يعني ما قرناها في الصحافة يعني حتى الصحافة تكون يعني تتكلم كتير على هذه النقطة وهي نقطة مهمة وتكيم وأشار إليها السيد رئيس الجمهورية يعني في لقاءه الأخير يعني مع المتعاملين الاقتصاديين يوم 16 نوفمبر 2023 على مستوى يعني سي سي ونظن يعني رح يكون تجاوب يعني يعني البلاد تحتاج إلى كل الطاقات يعني طاقات يعني القطاع العمومي طاقات القطاع الخاص من أجل يعني تطوير المنظومة البنكية وتطوير الاقتصاد الوطني بصفة عامة يعني على بلك ما يخفاش أنه المال هو يعني عصب يعني النقطة يعني اللي بيها نقدر نمول ونطور البلاد ونظن اليوم المشاركة على القطاع الخاص في تكوين بنوك يعني خلق بنوك خاصة رح يساهم بكثير يعني في ويرفع الضغط عن البنوك العمومية خليني نقول رح يرفع الضغط قبل قليل قلت لك باللي أكثر من 85% و86% من التمويلات من عدد الملفات رح يتمول عن طريق البنوك العمومية خلي اليوم إن شاء الله حتى القطاع الخاص يشارك في التنمية الاقتصادية وفي تمويل الاقتصاد الوطني نعم طيب نتكلمه الآن بنقطة بخصوص البنوك المتخصصة هل اليوم في السابق كان يعني بنك الفلاحة ربما وكان كده يكلاقناب خاص بالسكن هل اليوم فيه توجه نحو بنوك يعني متخصصة أم أنه كل البنوك لها الحرية في التعامل مع كل المعاملات التجارية اليوم يعني كل البنوك صدر التعليمة يعني من وزارة المالية أنه كل البنوك رح تمول كل القطاعات الاقتصادية اللي تناسبها مع الاستراتيجية تحها ما فيه شي يعني اليوم بنك خاص لقطع ما اليوم يعني مم حتى الفلاحة اليوم رحو ماشي غير بنك يعني البنك التنمية الفلاحية البنوك العمومية الأخرى رح يتمول أيضا كل القطاعات من ضمنها القطاع الفلاحي لكنيب بنك أيضا اللي هو كان مختص يعني في تمويل يعني قروض السكنات وكذا اليوم اليوم رحو أيضا يمول الاقتصاد الوطني ويمول المؤسسات المتوسطة والمؤسسات الكبرى يعني هذا دليل على أن المشاركة رح تكون في كل القطاعات نعم اليوم الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية موهمتها هي متابعة أوضاع يعني البنوك والمؤسسات يعني المالية من أجل ربما تنفيذ السياسات المالية في الجزائر يعني ما هي الاستراتيجية الممنهجة الاستراتيجية اللي قمنا كيف يتم تفعيلها خاصة نعم نعم يعني الدورة البنوك الجمعية المهنية البنوك اليوم هي يعني هو يعني فضاء للنقاش لطرح كل الأفكار لتمويل الاقتصاد الوطني لمعالجة المشاكل على مستوى الجمعية يعني مجلس الإدارة حيتكون من المدرأ العمون على رأس البنوك العمومية وعندنا ثلاث مدرأ يعني يمثلوا كل البنوك الخاصة المتواجدة اللي يعني معتمدة من طرف بنك الجزائر ونقشوا كل الأفكار وكل يعني الخطط التي عن طريقها تطبيقها على مستوى البنوك اليوم يعني رانا نشوفوا باللي الانستاليشون تعليقات كل البنوك الآن راهي متواجدة بنوك عموية وبنوك خاصة تمويل تعالي الاقتصاد الوطني تمويل التجارة الخارجية كل البنوك راهي تمويل الفتح يعني الانستاليشون دي تي بيو يعني راهي تقوم بها البنوك الخاصة أيضا على كل يعني نقاط البيع نقاط يعني السوبر ماركت إلى آخره وهذا من أجل يعني وضع نفس الخطة على مستوى الجمعية لاباب ويتم تطبيقها في الميدان الهدف منها هو تلبية رغبة الزبائن سواء كانوا شركات خاصة شركات عمومية أو أفراد يعني نعم الكتلة النقدية اليوم المتداولة خارج يعني القنوات الرسمية للجزالي يعني في الأسواق الموازية ما هي خطتكم العملية من أجل استرجح وهذه ربما أهم تحدي وأهم يعني ريهان يعني نعم هو اسمح لي هنا يعني الجمعية المهنية المهنية للبنوك المؤسسة المالية سطرت يعني برنامج يعني للثقافة المالية وذلك في ملتقى نظم يوم يعني 31 أكتوبر تحت الرعاية للسيد وزير المالية قمنا بإشراف بيعني وهو اليوم العالمي للإدخار في الجورني مونديال في اليوم هذا أسبوع قبل الجمعية المهنية للبنوك تواجدت على كل على عبر التراب الوطني على المستوى المدارس المعاهد الجامعات وكل يعني مراكس التكوين المهني قمنا بأسبوع للثقافة المالية والآن يعني يرانا بصدد التحضير لإمضاء اتفاقية شراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربية ووزارة التكوين المهني ووزارة التكوين عفوا والتعليم المهني من أجل إعلام وتحسيس الطلبة والتلاميذ بالمواضيع المتعلقة بمجال المالية بصفة عامة وبمجال البنوك بصفة خاصة وهذا لزرع ثقافة المالية ببلادنا وهذا يهدف إلى تطوير هذا المنظومة حتى يكون المجتمع يعني يمكون من الجانب المالي ومن الجانب البنكي من أجل تطوير المنظومة البنكية في البلاد نعم سيلزاري اليوم لما تسمع المواطن بعض المواطنين يقولون أن البنوك الجزائرية عبارة عن شبابيك متخلفة ماذا يمكن أن تقول له؟ في الحقيقة البنوك العمومية هي تأدي دور مهم جدا يعني اليوم المؤسسات العمومية راهي عندها يعني حساباتها على مستوى البنوك العمومية عندنا يعني الزبائن تواعنا الخواص والأفراد يعني كامل تحصلوا على قروض الاستهلاك من طرف البنوك العمومية أكيد فيه نقائس أكيد فيه نقائس الآن النقائس يرى هي يعني تأخذ بالحسبان وتعالج يوميا على مستوى هذه البنوك من أجل يعني التطهير هذه السلبيات الماضية يعني ما نخبيوهاش لكن الآن قطعنا شوط كبير يعني بقاتلنا نسبة ضئيلة وضئيلة جدا رح يتم معالجتها إن شاء الله ونتهل من السلبيات الماضية وتكون البنوك اليوم كرفيق للمتعامل الاقتصادي سواء كان مؤسسات خاصة مؤسسات متوسطة مؤسسات عمومية أو أفراد زبائن لهذه البنوك كآخر سؤال ربما يتعلق يعني بالبنك اللي تترأسه ليه هو البنك اللي قلت أنه يحتل المرتبة التاسعة إفريقيا حسب التصنيف الأخير يقال أن بنك الجزائر الخارجي هو بنك سوناتراك هل لديكم يعني سياسة جديدة في هذا البنك في الحقيقة بنك الجزائر الخارجي هو بنك يعني منذ البداية كان يمول قطاع المحروقات والزبون الأول هو الشركة الوطنية سوناتراك ونحن نفخورون بأنه بنكنا ونفخورون بأن هذا المؤسسة العريقة للمحروقات أنها متواجدة اليوم على مستوى بنك الجزائر الخارجي اليوم سوناتراك متواجدة عندها حسابات لدى البنوك الأخرى بش تكون علىها وسوناتراك يعني كمؤسسة عريقة تحتاج إلى كمؤسسة يعني على المستوى الإفريقي والعالمي تحتاج إلى بنك قوي ما أقولها وهو اليوم البنك الجزائر الخارجي أحد هذه البنوك العمومية القوية يرافق سوناتراك في مشاريع الاستكشاف ومشاريع يعني تصدير المحروقات بيترول أو غاز ونحن اليوم حتى يعني الودائع يعني قمنا ب استراتيجية لتنويع الودائع على مستوى البنك اليوم ودائع يعني هذا الشركة العريقة هي تقريبا يعني يتمثل تقريبا 30 أو 34% من مجموع الودائع وهذا يبين أنه هناك تنوع تنوع تعلير السورس على بنك الجزائر الخارجي حتى يشمل كل القطاعات قطاعات سواء كانت خواص مؤسسات عمومية أو أفراد وهذا يهدف إلى استراتيجية وضعت سنة 2020 واليوم الحمد لله رهي جابت النتائج نسبة الودائع تنمو من سنة إلى سنة وعن طريق هذه الودائع نحن نرى بصدد تمويل الاقتصاد الوطني ونعرضها على زبائنا كقروض قروض كلاسيكية أو قروض يعني صيرفاء الإسلامية نعم سيرزار دائما في نفس البنك بنك الجزائر الخارجي هل فيه إمكانية للتوجه نحو تمويل المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة أم أنكم ستبقوا على نفس الاستراتيجية اللي هي تعامل فقط مع المؤسسات الكبيرة مثل صناتراك وغيرها هو الاستراتيجية تعال البنوك العمومية يعني لا تكلم على بنك الجزائر الخارجي نعم بنك الجزائر الخارجي يمول كل مؤسسات نعم مؤسسات مصغرة متوسطة كبيرة عمومية أو خاصة لأنه في السابق كان فقط تعامل مع المؤسسات الكبيرة يعني هذا منذ تقريبا النظرة تغيرت تماما يعني يرانا اليوم زبائن تعنا يعني نسبة كبيرة من الزبائن تعنا هما زبائن يعني خليني أعطيتك رقم منذ قليل أكثر من المبلغ الموجه لتمويل الاستثمار لسنة 2023 85 51 عفوا 51% موجه للقطاع الخاص وفي القطاع الخاص فيه المؤسسات المصغرة وفيه المؤسسات المتوسطة ويعني هذا دليل على أنه تقريبا 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 الزبائن تقريبا هي تقريبا تقريبا لحتى تواكب كل شرائح المؤسسات في بلادنا إن شاء الله نعم كآخر سؤال نختم به هذا الحوار الشيق سيد لزهر يعني باش نوصل للهدف سواء من أجل يعني ربما إرضاء سواء المواطن البسيط أو حتى الشركات هل اليوم يمكن للبنوك الجزائرية أن تتغير وتحقق كل الأهداف دون تغيير مفاهيمنا في الاقتصاد الكلي خاصة أن الاقتصاد الجزائر حاليا ما زال يسير تسييرا إداريا وليس تسيير تعسوق هذه حتمية بالنسبة لي يعني المسؤولين على رأس البنوك اليوم ما يخفاكش البنوك العمومية رهي اليوم ستة مع البنك السابع اللي هو بنك السكن والباقي بنوك خاصة وبنوك خاصة أجنبية أجنبية يعني في هذه السنوات الأخيرة البنوك يعني فرضت نفسها وعن طريق ماذا؟ عن طريق يعني تحسين الخدمة عن طريق يعني تمويل عن طريق إحداث نظام علوماتي يتماشى مع ما هو يعني يتماشى على المستوى العالمي هذه حتمية لنجاح البنوك يعني بدون هذه الإجراءات وهذه التحفيزات وهذه يعني سكونا بل لا ريفورم اللي قمنا بها على المستوى حتى في نوعية التسيير يعني الموضة الجيسيون يوم تطور وتطور على مستوى هذا البنوك يعني هناك مجالس إدارة يعني رهي تحاسب البنوك وتبحها من يعني من كل يعني كبيرة وصغيرة رهي تناقش على مستوى مجلس الإدارة تناقش على يعني مستوى المديريات العامة لهذه البنوك واللي هذا باش تكون يعني متطورة ونطبقوا أحد يعني قوانين البنكر الزائر رهي تطبق بحدافرها على مستوى البنوك وهذا من أجل يعني إشباع رغبات الزبائن كلمة أخيرة الكلمة نتمنى وإن شاء الله يعني سنة 2023 يعني نختموها يعني بأرقام يعني أحسن من سنة 2020 وننطلقه في سنة 2024 يعني من أجل يعني يعني صدير بوراتاند اللي زوبجيكتيف اللي ما يخفاكش اليوم اللي كل البنوك راهي سطرت يعني لسنة 2020 القادمة في كل يعني أهداف تمويل الاقتصاد تمويل فتح عدد الوكالات الانستلاسيون على مستوى الخارج إلى خير شكرا السيد للزهر للطرش رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وكذلك المدير العام لبنك الجزائر الخارجي شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات سعيد كثير يعني باستضافتك ونتمنى لك يعني كل التوفيق والنجاح شكرا لكم وبالع الله شكرا إلى هنا مشاهدي ومتتبعي قناة نهار نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج 52 دقيقة اقتصاد الطيب المنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اقتصاد